ببداية حلقتنا اليوم بتمنى تكونوا كلكم سالمين وأهليكم بخير من بعد الزلزال اللي صار وعينا على الساعة 4 الصبح البنايات عم بتهز والحيطان رح توقع علينا فكرنا الزلزال من عندنا وكانت الصدمة بس عرفنا أنه هيدا الزلزال اللي كان رح يهدم بيوتنا هو مبلش من غير بلد ألاف الكيلومترات بعيد عننا لما بلبنان كان الزلزال 4 ريختر كان بتركيا وسوريا تقريباً 8 بس دروادي يعني الضعف؟ يارات ما كان حدا صار له شيء لكن نظام ريختر بيشتغل بنظام نموم متسارع كلمة على درجة ما بيقوى زلزال ضعف بيقوى 32 مرة 4 ريختر هزوا الحيطان 8 ريختر وقعوا البنايات عروس إخواتنا فإذا فيكن تساعدوا ساعدوا بالروابط اللي بتشوفوها بتساعد موضوع المساعدة للأسف عم بيتوزع بشكل مناطئ وسياسي وصار في 6000 رابط تساعد فيه من وراها التقسيم بيناتهم 4500 رابط مزيف أو منظمة مزيفة عم بتجرب تسرق مصاري من درب المحتاجين ونحن وباقع عارفين لوين نروح وكيف نساعد بس بأي أحوال قبل ما تتبرع لأي منظمة تأكد إنه هالمنظمة عم تعمل شيء أي شيء وسعلا تعمل هالأي شيء اللي عم تعمله واتكل على الله بالباقي لأنه البشر معقدين كتير بهالموضيع العنوين من بعد نجاح مسلسل سكويد جيمز نتفليكس قرروا أن يترجموه إلى الحقيقة هل كانت فكرتهم ذكية؟ لا لا ويأل في لا لا والمصائب اللي عم بتصير بالتصوير بلش يتعمل ضجة أكتر من المسلسل نتفليكس كمان قرروا أنه يمنعوا العالم من أنه تشارك الباسورد تبعها مع عالم تاني هل معقول يحرموا العالم العربي كله من حساباتنا؟ ما بعرف لأنا ما بعرف شاب عربي هو بيشترك بنتفليكس فبشك هيك يعملوا فينا وراح نعرف أكتر بالحلقة ولكل محبين هاري بوتر لعبة Hogwarts Legacy من Avalanche قربت تصدر وبلشنا نسمع عنا أصداء كثير حلوة بس أنا عندي سؤال عن هاللعب كثير مهم هل فيا شواز؟ الجواب إيه؟ بس يمكن نقدر نسمحون عليه حضر الحلقة للآخر لا تفهموا أكتر شو عم بحكة كلها الأخبار وأكتر بحلقتنا اليوم هنا بجميع معكم دراد واليوم سأحكي عن أخبار الشابات أول خبر هو خبر؟ ما بعرف إذا خبر بس حابب أحكي عنه لأنه بنت بلدي عم بتجرسنا أونلاين شكري مبارك شاكيرا فاتت على تيك توك وبلشت تخ 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 ببي كي حبيب السابق فيديوية رأس وغنب الصدرية هي وعم تحكي تعبير وعبارات ما أصخر على ببي كي وإنه ما بيرجع لك مش شايف إنسان تخطى عليها بيطلع وبيتصرف بهالطريقة المش لبقى أبداً فمعقول شاكيرا عم تقطع بجهالية الأربعين تصادفاً مع تركها لحبيبه لأنه مستحيل مرة عمرة 40 سنة طلعة تعمل تيك توك مع حبيب السابق ما بقى حدا عم بيكبر من وراء الإنترنت وأنا بلشت ختير وأحكي عبارات مثل من وراء الإنترنت بس ترد عملك تصوى عشر سنة قررت على ثلاثين بس الرجال العمرة بيحليون فكتير محمس على جهلة الأربعين تبعي عليك الحال بعيداً عن نرجاسيتي الموضوع للصراحة صدمت شاكيرا مرة كتير احتلمناها بحياتها وهلأ عم تتصرف مثل المراهقين وعلى قليل منيحة للمبيعات تبع ألبوماتها فميني أنا لقت فلسف الجماعة ما بيعملوا شي عبث وإذا عم تعمل تيك توك مثل المهبيل هي لتقول للمهبيل ليكو أنا مثل كون تعوش طرق ألبومات اللي عم خوزق فيها حبيبي السابق أنا مرة عمرة 46 سنة ومثلون نعرف من أرقام المشاهدات على تيك توك لمهبيل كتار والضجة اللي عملتها طلعت برد تيك توك وصارت وين مكان ورجعنا نحكي بشكيرة فبرافو إذا هيدا هدفها برافو فيها تحكيني بس تجعل ابنان عمر 30 وإذا لأ وفعلا قاعدة عم تعمل هذه الحركات الله يسطل من الجاية على كل حال شكرا سمحتوني يطلع الموضوع من نظامي وصار فينا نبلش بالخبر جيتو كرميلو ودرك لكم الأخبار دسمي للأخير واتش تايمو حركات فحرر للآخر لما تخربوا على شغلة نحبكم كثير ناد فليكس وعدوا أنه بنهاية مارش رح يجي معا نهاية مشاركة الحسابات كيف؟ بمجرد أنه قرروا أنه صاحب الحساب بس في عير حسابه للعالم الساكنين معه يعني حسابك ما بيفتح إلا على الـ IP طبعه طبع بيتك هلأ بيفتح براته على واحدة وثنين نهار بس هيدا الآلة اللي عم تستعملها لتفتح حسابك منها بده تجي على البيت تفتح على واي فاي البيت مرّك الواحدة وثنين نهار هلأ هو كان فاميلي شيرينج بلان بس نحن فهمناه غلط وصنحوا عن الموضوع وضلت القصة سيبة لهلأ وهلأ قرروا أنه No More وحركة عبقرية منهم أنه يتركوا الموضوع ماشي كل الوقت وعودوا كل هالعالم الجديد عن نادفلكس بتجربة ببلاش وهلأ اللي بده يتفضل بس أكيد بفهم العالم اللي بوضعه وبوضعه كتير غيره ببلاد منكوبة ما عنده الوصول على أنه حتى يدفعه أونلاين الداي حتكون مئزية الخبرية بس بالنهاية بتفهم أنه نادفلكس منهم جمعية خيرية وبتفهم هالقرار بالرغم من أنه كل العالم أي مئة يمتا وكيف بيعملوا هايك نادفلكس نصابين لا نحن نصابين وهن كانوا ساكتين بس ما بفهم كيف الناس ما عم بتشوف نفاقة بس جد يعني بفهم الزعل والحسرة بس الهجوم على نادفلكس واتهامهم بأنهم عم بيعملوا شي مش صح أو خارج عن المنطق والطبيعي هو بس تصرف غير مسؤول وغير منصر الشركة إلع عبتنا إياها ع سنين وتعودنا عليها بس إنه طالب بحقه منه شي مش طبيعي أو منه شي غلط أو شي غير ذير كمان الأحلى أن البشرية كلها صارت تلميز جامعات بعيدة عن أهله كلهم صار بدون يستعملوا حساب العيدي كلهم صاروا نفس الشخص لقوا هالحال الخاصة ياللي عائلة بيعطى ابنها عجامعة وعم بتتكلف عليه مش قادرين يتخلوا عن عشرة دولار زيادة اللي يشتركوه بنتفلكس لأنه نتفلكس هو أكل وشرب كمان يعني مجبورين فيه احنا نتين مغنجين صايرين صراحة نبعصنا إيه؟ رحكي لنا هلأ يا ما نحضر نتفلكس يا ندفع عشرة دولار بالشهر فلاحقوا حالكم خلصوا المسلسلات اللي عندكم إياها وبقلشوا بتتدونلوديت وشوفوا مصادر أخرى مجانية لتتابعوا عليها الأفلام إذا عرفتوا بشي واحد مجانة ماشية بجودة عالية مع ترجمة عربية يبعطول إياها خاصة على الإنستاد وبعدنا من نتفلكس ما تروح معها ايه خلص وصل الخبر لقيت العنوان كريمالو ما بقوا يعني دي الفيديو مبلب يعني لك فيه خبر كتير مهم بالأخير قعد عموا اللايك كمان ما زالك هلقد شاطر لبس مع الكلمة وطلع لك كومنت أوكي هلق فوتشتريك بالباترون طبعا بكل الطبقات الجول دايمند بلاك و بلاتينوم كمان سوبر تانكس السوبر تانكرز يعطيك من ألف عافية على كل الدعم على الفيديويات قربنا كتير من 80 مشترك لازم بعد الفيديو هيدا نوصل لهم ونفشخ بعض فاش خلق الدام صوب الميت مشترك مطرح ما رح عمل لهم بث مخصص نقعد نحكي والعبش لعبة نعمل سؤال جواب حيبلعب لعبة القراس أنا كتير بحبها ومعلق عليها جو حلو ومنتسلها كلنا سواء ومنتعرف بعض أكثر نتفلكس عم يعملوا سكويد جيمز بالحياة الواقعية سنة من بعد ما مستر بيست عملها الفكرة اللي عم يوعدونا فيه ويحمسونا عليه صار بس هالمرة رح يصير على قرب عمليين دولار الجايزة أكبر بكتير وكمان هالمرة سلسة لكاملة ومش حلقة واحدة على يوتيوب فيعني مغيرين شوي بطريقة التقديم وحنفوت بالتفاصيل كتير عن كل المتبارز ولاش جاي وشو جاية يعمل وحسب تقارير من ملوحيات عم بتطير فوق محل التسجيل عم بيقولوا انه فيه عالم عم تتأذى كتير من ولا الظروف القاهرة وحدة من المتبارزات الخسرو فلو عبكير حكيت انه بوحدة من الألعاب من شدة البرد اللي كنا واقفين فيه وبدنا نمشي على الموسيقى بس مشيت الموسيقى لقيت العالم عم توقع حدها مثل الدبان كلهم ننزققوا على المستشفيات بس صارخة بلاشت تقوم على سلامة المتبارزين بهالمسلسل يلي صار عم يسمى كارثة ترفيهية إنسانية بس ما بعرف اين البشر بطل يحب ويحضر وبعض عم يتأذوا الـ UFC عادة تشبيق كفوف على الانترنت؟ عادي بس قوة حدا يسقع فأكيد هذا مزح الواحد يسقع لحد ما يفرد له تدعيات خطيرة كتير على جسم الإنسان ما بعرف مني حكيم بس بتوقع وأنا صراحة صارت محمس أكتر على الشو أنا بحضر أصلا هو المطيات لشوف واحد عم يوقع وإذا فعلا فيه خطر يعني الدراما حيائي وما بعرف كيف متوقعين يعملوا رياليتي دراما شو بلا شوية دراما وأكيد المنافسين ماضين على ورقة وفهمنين الألعاب وكمان فين يفللوا ساعة اللي بدهم ما حدا حيقتلهم ففعلا هيد البرنامج ترجم سكوت جيمز للحياة الوقعية حتى بالأسئلة اللي عم نتراحل حول هل الحق على المنافسين ولا الحق على المنظر وأنا صرت محمس للشوف إن شاء الله ما يكنسلو بس إذا فعلا فيه كتير خطر فقففوا شوي ما بدنا حدا ينعطي بعطب دائم بالنهاية بس دراما كيان ينعطبوا شوي يعني؟ لا بس إذا نعطبوا سامع بوان بونش مان الأنيمي المشهور للكسر الأرض اللي فيه رجل أسلع بيقدر يهزم أي عدو إله ببوكس واحد وكل الأنيمي هو عبارة عن بحث له البطل الخارق على عدو وبدو معه أكثر من بوكس واحد حلو الفكرة هالأنيمي رح يصير لأول مرة موجود بعالم أوفرواتش وبوفرواتش 2 صار فيك لعب بشخصية دوم فست بتياب وان بونش مان وللصراحة ما بعرف إذا فيه علامة موت أوضح من هالعلامة لما فورتنايت عملت هالدعيات كانت طلعة طلعتها كانت مستر بيس عالم الألعاب عم بتولعه تعمل مشاركات هي ومارفل والشباب عالم فادتهم واستفارت منهم أما لعبي عم بتنضل لتعيش يعملوا هيك حركة هاي دي حركة يأسي الأمر أوفرواتش 2 أحسن بس ما عم بيتحسنوا كفية وعم يبطأوا ويدعفوا وينحضروا وهيك حركات عم تخلينا نفقد الأمل فيهم أكتر بكتير خلوا هالوالدنات للأطفال نحن بدنا نلعب بدنات لألعاب مش للأطفال مظبوط بيناتكم جمهور جديد مشكلكم من عالم الألعاب معدل عمر اللعيب في 2023 هو 35 سنة وهالمعدل عم يطلع مع الأجيال الجديدة اللي تربط على الألعاب الإلكترونية اللي صاروا عالم خاص فيهم بقلبه في مصالح كبيرة ومصاري بحر في العمل فلا بها الأيام الألعاب هي هواية مثل أي هواية تانية وصيرين كتير حلوين ولتفهموا عالم الألعاب وإدي صارين الألعاب حلوين رح أخبركم أكتر عن لعبة رح تصدر بعد ثلاثة أيام كلكم سمعين بهاري بوتر أكيد عالم هاري بوتر من أكتر العوالم الأيكونية من نسج غيال الكاتبة جاي كي رولينج جاي كي رولينج من بعد سعود الفيمينزم والالجي بي تي كيو وزيادة شعبيتهم بالغرب قررت أنه كل شخصياتها يتحولوا ويصيروا جزء من هالمجموعة حتى هرمايوني اللي وصفتها بالكتاب بالتحديد أنها بيضة طلعت على تويتر وقالت لا 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 هي سوداء أنا مغطى بس لتحط شخصيات ملونة بالكتاب طبعا لأنه هي محطتهم وبعدين طلعت وعملت هاجرد جاي بكل بساطة العالم كلاش مقزيت منها إذا واحد من هالمجموعة بده يعبر عن حاله بأداء فني نص مصيبة بس لعمل فني يكون خالص وتجي تعديل عليه كرميل أجندا هلأ طلعت هذه دي ما حدا تقبلت حتى اللي بيتبع هالأجندا وصارت مصخرة البشرية فكتير كان عندي خوف أنه جاي كي رولينج تقرر تصلح أخطاءه من خلال هالعمل الفن الجديد الصادر عن العمل اللي هي اختراعته لاحزنا الحظ تطمنا شوي بس عرفنا أنه مرح تشتغل على اللعبة بس لسوق الحظ أصحابنا بـ Hogwarts Legacy قرروا بلعونا الأجندا المعتادة تابعهم بأول شخصية متحولة جنسيا بقلب لعبة وعالم هاري بوتر وهالشخصية اسمها سيرونا راينز اللي هي إنساني بيشتغل على البار بـ Hogsmeade منطقة الأساسية اللي فيها هوغورتز ومن خلال حديث ما على سلانا بتخبرك أنه أخدتها كثير وقت لتستوعب أنه هي ساحرة مش ساحرة فكركم ما رايح أنتبه يا ملاعين المهم قطعوها للقصة بشخصية سنوية لقلب بار بمنطقة ما قالوا عازي وما حطوها بشخصية رئيسية لتظل لحقتك مثل بـ Need for Speed Unbound كنت كثير حبيبة لـ Need for Speed Unbound لحد ما صار كل سبق هو سبق بيني وبين متحول هلأ هو لني كلهم كل الشعب هل فينا نلعب مع عالم من عالمنا فمش نهكي وبما أنه الموضوع هلقدي بسيط نظرا لقدي هالسلسة اللي كانت متشوقة بلعنا أجوندات فينا نقول أن اللعبة زمطت من ثقر جي كي رولينغ وحرفيا اللي بحس عم بيعملوه هو لا يسكتون بس ما قالوا بالحرف الواحد أنه سيرانا متحول جنسي لمحوا على الموضوع لفي حال حدا بدو ينقي يقولولو فمن بعد ما طمنا بالنا من هاللعبة صار فيها ناخد نظرة قريبة عليها أكتر ونشوف بالنسبة لللي اللعبوه نصدرت لي أنت ملعبتو بعد عم تنزل كنكشن بلبنان بطيقة بالنسبة لللعبة وبعيدة عن الأجوندات هوغورتس لجاسي قدرت تتفوقت على توقعات اللعيبة مع أنه اللعيبة كانت توقعات عالية من ستوديو ما فيك تتوقع منه شي مش أول لعبة هيدة من شركة Avalanche Studios بس رح نعتبرها أول لعبة لأنه إذا مننسى كل شي عاملينه قبل لعبة هوجورتس لجاسي بتحطهم دغري حدس دي برويجيك ترد بالنسبة لألعاب الأر بي جي ألعاب أخذ الأدوار الجرافيكس بسحروك حرفيا خصوص إذا تمشي اللعبة مع ريت ريسنج على البي اس 5 تمشي رواق مع ريت ريسنج فكتير عالم لأول مرة من خلال هاللعبة رح يقدروا يعيشوا إختبار كامل مدموج مع تقنية بتخلي الإضاءة باللعبة واقعية لدرجة لتصدق وهالشي علّى بعد سقفة لهاللعبة السحرية وخلت كل العالم تنغرم فيها لتلكم من كذا شهر إنه بس تصدر هاللعبة مش أنا رح زكركم فيها لأنه العالم كلها رح تضج فيها وهيدا العم بصير من ناحية الجيم بلاي اللعبة منسوجة فشخة فشخة وكتير ألعاب هالأيام بيعملوا إطار لعب حلو وبيرجعوا بيعبوها محتوى زبيلي بس لا يخلوك قاعد بالعالم الحلو اللي عملوه ونحن مبسطينه عم إنجازدر العالم حلو بس بـ Hogwarts Legacy كل مهمة بتفرق عن القبلة لو بشي بصير وبتقدم القصة بعد فشخة لقدام وما أنك تلميذ بها المدرسة فهو وتلميذ عم بيتعلم صحورة أو عقارات جديدة انت بدورك تتعلمون معو وبصير التلميذ طبعك عم بيكبر بالقصة وعم بيتطور ويتعلم وانت فعلا عم تكبر وتتطور وتتعلم إذا في لعبة مصممة اللي تخليك تنغمص هي هايدا وأفالان شتوديوز نجحوا نجاح مبهر فيها بس في شغلة واحدة ياريت حدا بيعملها مود للعبة أو بركة بـ Hogwarts Legacy 2 جزء كبير من ثقافة هاري بوتر هي تعلم الصحورة والصحورة عادة بها العالم بدك تنطقن وينجارديوم ليفيووسا في طريقة تنطقن كمي ليفيووسا تبهوا منها وبما أنه في مايك على المسكات كان كتير حلو لو بيعملوا إطار اللعب تقدر تحكي كم سحر على القليلة شيء واحد هيك مميز ويستعملوا الهابتك فيدباك تبع المسكي لتخضى متل ما بتخض عصاية سحرية ساعتها أنت وينجارديوم ليفيووسا وبتكبه وبطير فلعنا تقنيات الزكة الإصطناعية اللي فيها تستوعب شو عم بتجري بتقول إذا ما عم بتقدر تلفو الصح لما أنه الناس عندها إمكانيات مختلفة والأطفال كمان عم تلعب هاللعبة وما بدنا نعذبون كتير برأيي هيدا الشيء الوحيد اللي بيخلي هاللعبة تقدر تطلع بعد فشخة لقدام لأنه بكل شيء مقدمينه حسب النقاط يدل ماكسيما مرفيك تطلبو له هلا بلعب الفئ طواء وعاطن مش نهيك ما رحمق إنه منا كاملة وما فيها كل أحلامي بس حلوة كتير بالنهاية ما في شيء كامل بالحياة فإذا كنت بعدك مش عارف إذا بتلعبها ولا لا اللعبة تصدر بعد يومين معربة وكل شيء بس جاهز حالك لتغرأ يعني خذلك كم يوم آف من الشغل للأسف هيدا كل الوقت المعي لليوم رجعلكم نهار الجمعة بحلقة إيش سالفت قرب أحذروا بالتعليقات عن مين رح تكون مرت الماضي ما حدا صابه هيا نشوف هالمرأة إذا حدا بيصيبه حالك الحالكي معكم دراد وأنا بشوفكم بحلقة الجهة